يروح لي بيان آخر من بيانات الإدانة وهو بيان خرج عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي أدانت قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى فلسطيني بغزة ومقتل الأبرياء والمرضى والأطفال بما يعتبر جرائم تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهي جرائم مرفوضة إنسانيا ودوليا وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدين الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهل المعمداني بغزة وقتل على إثرها المدنيين واستهدف الأطفال العزل والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في تحدي سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس وأمام هذا التعدي السافر فإن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحمل الاحتلال الإسرائيلي بل وكل الدول الكبرى التي تقف داعمة لجرائم هذا الشعب الإسرائيلي ومجازر ضد الشعب الفلسطيني تحملهم جميعا مسؤولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل ومن ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى أصحاب القرار وقدمت الشركة المتحدة خالص التعازي لأسر الشهداء والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية وستظل دمائكم الطاهرة وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو استعادة الإنسانية والالتزام بالقانون كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب والإبادات وتختتم الشركة موقفها وقد رفعت رأسها بتغطية إعلامية مهنية تليق بالحدث وتنسق مع موقف كل عربي شريف وموقف مصر القادر على تغيير المعادلة تستدعي المتحدة لخدمات الإعلامية بيتا تذكر العالم الصامت بأن الصمود فلسطيني والإرادة العربية فإن جتساق يظل ساعد ومعصم ترجمة نانسي قنقر